سابقة في لبنان 85% يعانون إحباطا ثلث الرواتب على حالها فقط وطلبات هجرة قياسية لمن هم فوق الخامسة والعشرين تقرير جون نخول في دراسة أجراها تطبيق لبانوستات وحصلت الامتفي على نتائجه تم استطلاع عين من أكثر من عشرة آلاف شخص حول الأوضاع الاقتصادية والنفسية للناس في بداية شهر كانون الأول البداية من الوضع الاقتصادي حيث تبين أن ثلث اللبنانيين فقط حصلوا على راتب كامل فيما توزع الباقون بين نصف راتب عن شهر تشرين الثاني أو أقل إضافة إلى نسبة 30% ممن لا يعملون في الأساس 50% لم يتأثروا بعمليات الصرف التي تأذى من جرائها 32% بشكل مباشر أو من خلال أحد أفراد العائلة الضيقة المعني بهم الوالد والوالدة والأخوة الفواتير المتفرقة من كهرباء وماء وتليفون هي الهاجس الأساس لللبنانيين في ظل الأوضاع إذ يعتبر 29% أن هذا الموضوع سيكون همهم الأساس فيما تأتي السندات والقروض في المرتبة الثانية مع 24% وبعدهما الإسكان أو إيجار المنزل بنسبة 20% أما في الناحية التي سيوفر فيها اللبنانيون يجيب 40% أنهم سيوقفون السهر والمشاريع الأسبوعية ما يؤثر بشكل مباشر على قطاع السياحة والمطاعم والسهر فيما يأتي الإنفاق على اللباس في المرتبة الثانية من الأمور التي سيتم التخفيف منها أما الأرقام التي تستدعي القلق أكثر من سواها فهي تلك التي تتعلق بالهجرة إذ يعتبر 62% من اللبنانيين أنهم كانوا يستبعدون فكرة الهجرة لكنهم يفكرون بهذا الخيار بعد 17 من تشرين الأول لكن في التفاصيل العمرية لهذا الرقم تنخفض نسبة الذين ينون الهجرة لدى منهم دون الخامسة والعشرين إلى 52% فيما تبدو النسبة أكبر لدى الفئات العمرية الأكبر من 25 سنة لتصل إلى 70% عن الوضع النفسي نصل أيضا ليتبين أن 15% من اللبنانيين فقط يصفون وضعهم النفسي بالجيد والمتفائل أو الممتاز فيما النصف تقريبا قلق على المستقبل و26% يعانون أحباطا وقلقا دائما واللافت في الموضوع أنه رغم ذلك لا يزور أكثر من 88% منهم طبيبا نفسيا ولا يتناول أدوية مهدئة من أي نوع كانت أما في السياسة وتحديدا حول اسم المرشح المفترض لرئاسة الحكومة سمير الخطيب فالاختلاف على حاله 21% يعتبرون الخطيب مرشحا حياديا ولا ينتمي لحزب وأحد 10% يعتبرونه جيدا لأن شركته ناجحة فيما يعتبر 37% أنه ليس مرشحا جيدا على الإطلاق في الخلاصة يختلف اللبنانيون في السياسة لكنهم يعانون جميعا الضائقة نفسها يذكر الموضوع بأغنية زيادة الرحبان الشهيرة لمعتر بكل الأرض دايما هو ذاته